ثالثا القدوة الصالحة بدأ بنفسه وبأهل بيته حتى عمد إلى فص خاتم كان في يده فخلعه وقال أهدانيه الوليد بن عبد الملك مما جبي من بلاد المغرب ورده في بيت المال أخذ ما كان عند زوجته فاطمة بنت عبد الملك من مجوهرات فردها في بيت المال وكذلك موكب الخليفة وما فيه من البراثين والركائب أمر ببيعها وردها في بيت المال أراد الوزراء إغواءه فعمدوا إلى بعض الجواري الحسان فعرضوهن عليه فسأل عن أصلهن وأمر بردهن إلى أهليهن فعلم أولئك الوزراء أنه لا سبيل إلى إغواء عمر رحمه الله رضي عنه